السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم سهايب مقطع جديد واسبيشال يا جماعة الخير لانه اليوم فكرتنا فكرتين مدموجة ببعض وطلعنا بفكرة رهيبة واجانك كروه وحكال لسهايب ارجوك افزعلنا وحش ميستر بيست اليوتيوبر عذب هجمنا اكيد عرفتوا اليوتيوبر مين نعم هذا هو في عنده وحش وهذا الوحش بهاجم الكرة دايما وبيجي بياخد منهم الموارد وبيأكل منهم الموارد وبيشرت وحكال الكروه كمان تعال عنا بالقرية منقدر انساعدك انك تسوي اسلاح اسطوري والاسلاح هذا عنده ميزات جدا فخمة عشان هيك تابعوا المقطع عشان تشوفوا الميزات الاسطورية تاعت السيف وكمان اذا حبينا نعمل جزء تاني اسلاح زعيم الاند فيه كمان اسلاح لزعيم النذر اذا حبينا نعمل جزء تاني وصلوا هذا المقطع ل 15 الف لايك بخلال 5 ساعات 5 ساعات صعبة صح؟ غليها 7 ساعات 15 الف لايك ان شاء الله راح نعمل جزء تاني وبرضو يعني حاولوا اشتركوا بالقناة عشان نوصى 300 الف مشترك بقرب وقت ممكن وهذا القرية قلتلكم عنها البدها مني مساعدة وراح تساعدني اني اتبح الوحش بسرق منهم موارد دايما مسكين والله مسكين هالقرويين جاينا فزعلكم بس لازم نستدعي الوحش هذا بطريقة من الطرق واللي هي اني حاول استدرجه انه يشي ياخد مننا الموارد لانه بحبه الموارد فلازم نجبله بلوك ايرون بلوك جولد وحبتين دايما عشان نقدر نستدرجه بداعود استكشف القرية والاشي اذا في اشياء بادر استفيد منها ولا لا في عنا بيت حداد هون جميلون جدا خليني يجي نشيق عليه سلام عليكم حداد نشوف البيت عندك ايش فيه حلو ممتاز 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 وكمان جولد يا سلام ايش القرية الجميلة هاي اربعة جميلات وربعات ايش فيه ماشاء الله الحركات بركات في عنا ستة اوبسيديان عندي اربعة ايرون وعندي اتنين جولد حلو ممتاز والله بس لازم ندرع نفسنا يعني في الارمر ايرون هذه البيضة التنين راح نعمل منها سيف ملك الاند ملك الاند عنده سيف اسطوري لازم نجيبه عشان نقدر نتقاتل مع الوحش تاعهم هذا اللي بيجيهم دايما وبيجي بياخد منهم الوارد بيت حداد ثاني هات ولا هو نفسه لا بيت حداد ثاني والله هذا واحد وهذا واحد ثاني اتنين فيه بيت حددين بيت حددين اتنين حداد اتنين نجهون حبت دامود وابسدين كمان وسيف وكمان بكاكس يا عمي دلع هذا اسمه هادون بدلعوني هادول والله كروين والله منحبكم احنا منحبكم كتير كتير دلعوني كل يوم هيك كل يوم خلينا بس داخدنكم خشب يعني لو سمحتوا خشب شوي داخد عشان نسويلي اكس وبدأ سويلي ايش تصوي هايب سويلي كرافتنج تابل وبحتاج نسويلي كم من شغل زيادة اه في عندهم هون افران خلينا ااخد الافران كمان الافران هايب داخدها عشان اصير اطبخ فيها الايرون والقولد تصدقوه معنى اوبسيدين يعني خلص هيك احنا جاهزين تقريبا نروح على النذر بس لازم نجبلنا دروع حلو عشان نقدر نسوي الاشي اللي بدنا اياه ولو قلكم اش رايكم ناخد البيضة معنا بس بحتاج ليه قبل ما ننزل كهف عشان نجيب الدامود وبلوكات الالجولد وبلوكات الايرون ولا اي تمامات اللي بحتاجها يعني بداش اجب معلي شوية هالبيل عشان نجبلنا فود لنروح كمان شويه على النذر بعدين انتicho ضارب مع الوحش هذا اللي بيجي بياخدرهم من الموارد هذا مستر بيست Hobart هذا اللي اسمحو skeptical بيسرع موارد ليش انا يعني اتفاجعت منه مستر بيست Estados港يinformation لما بسرق موارد وشملات هاي من الكراويين ولاة ما بسكين كراويين شوفوا يعني كراويين مش دائما بسرق منكم اه يعني قسان بالنهايه انا بساعدكم هذه النقطة بالنهايه انا بساعدهم هذه هام نقطة يعني لازم تكونوا توانتوا عارفين سوي ا casual انا خرباني خربان سوي ا caric اص electrical s هاي برايح راسك جمالي شوية تخشف من هون ممكن نحتاجهم كمان شوي لازم جميلنا فلنت عشان نسوينا فلنت اند ستيل عشان نعمل بوابة ولازمنا ايرون ودامد وقل هاي تاك مهام اللي هلأ حاليا بنحتاجها بالوقت الحالي عشان نستدعي الوحش وبعدين لازم نزبط لنا السيف تبعنا عشان نقدر نواجه الوحش يعني تقريبا احنا هيك خلصنا خطوات جدا حلوة اوه ماي جود والله بفجؤون هادول يا جماعة شوفوا في ريفين جنب الكرية عطول وفي بويم ثلج ما منحتاجه بس بدنا ريفين احنا ننزل شوي شوي وفي ايرون بكثرة كتير ممتاز خلينا ننزل عند الايرون هادا نعم نحتاج ايرون بننزل بهداوة السلام عليكم جيناك يا ايرون يا جميل انت نجيناك عطول بدي اطمخ الايرون عشان اذا في مي بدي اخد لي بكت مي لازم لي بكت مي ننزل هون يا رب ما نموت الحمد لله ما متنا خلينا اطلع على الايرون اللي هون تقريبا انا بحتاج قديش بحتاج بلوك كامل من الايرون بحتاج دروع ايرون نايس صوحي بيع بحتاج كتير ايرون صدقوه بحتاج تقريبا ابو اربعين حبة اشي زي هيك خلينا اخد الفحم عشان نطبخ الموارد كمان شوي توقعها الكمية الفحم ممتازة خلينا هلا نكمل طريقنا للدايموند اذا فيه او ايرون او جولد يعني تلك شغلات هاي المهمة اللي بنحتاجها اووو استعشوا كل اللي بن راسي ايش كل اللي بن راسي انه منحتاج حبتان دام DUME بس لقработنا بدنا ثلاثة لانه بدنا نسايف حبتان و بدنا كمان حبة عشان نقدر نستدعي الوحش نستدرجو نجيبو يعني شكرا اني لك حبيبي َ فى هون ايرون كتير ايرون كتير بشكل لا يوصف tässä توقع المنطقة هاي خلص راح طلع فيها بكل الموارد البدي اياه من ناحية الايرون شوفوا ايرون هون ايرون هون ايرون هون كل مكان ايرون خلينا انا ازل لفرن ونكسب الوقت انه يقعدوا يطبخ لي حط نص الموارد وحطها هون حطوا الفرن الثاني وحط نص الموارد عشان نطبخلنا بشكل سريع واجمع ايرون هون بطبخي صحيب اتوقع فعليا فعليا تقريبا الايرون هاد راح اجمعو خلص هذا هو اللي بحتاج فعليا هذا الاشي اللي بحتاج بس بضل علينا القولد القولد هو الاشي عن جد انا خايف مني انه ملاقيهوش بشكل سريع يمكن يدامدي يلاقيه بشكل سريع بس الالجولد متخوف في الصراحة متخوف من الالجولد انه لاقيه فيه جولد بس منحتاج يعني 9 حبات اتوقع هالكمية ما راح تكفيني منحتاج لانه 9 حبات اكم حبة طلعلي قدياش؟ 4 حبات شوف توقتلكوا يعني منحتاج كمان 5 حبات جولد لابش 5 حبات جولد صعيب ما احبتين اردي انا ما احبتين مطبخات يعني معي 6 منحتاج اديها سبعة ثمانية تس منحتاج 3 حبة جولد اتوقع خلص المجموعة الجاي من الجولد اتوقع رح انتهي هيك اول اشتصه هاي بنزل هاي سوي لك بلوك ايرون عشان ننتهي من اول اشي منحتاجه وبعدها بنحتاج الجولد بعدها وبعدها الدايمد ان شاء الله بنجيبها بشكل سريع نسوي لي بكت مي ونجيب المي هادي ننزل من هون عشان كمان شوي اتوقع اذا بدنا نلاقي دايمد لازم ننزع ارتفاع واحتمال كبير نلاقي لافة وشغلات هاي وما بدي انا اعود ابني بالبلوكات لا بحط المي وتحول كل لافة لأوبسيديان وبقدر اجيب لي الدايمد اذا كان فيه دايمد هاد اصلا واتك من نفسي انا ما شاء الله عليك انا سويش سبليت ولاخدتهم الايرون هدول ضيلي سروال وهلمت سروال وهلمت ايزي فعليا يعني بحتاج تقريبا تسعة حططت الجولد هون يطبخ بما انه الايرون يعني عندي قرب يعني يخلص يخلص وهي بوين 17 حبة معك داخد نص الايرون اللي هون لانه القرب يخلص اخر حبة هاي نحط هادة بدالها هيك بحتاج ثلاث حبات قولد فعليا وبنتهي من بلوك القولد خلينا نسوي لي سروال جيب واحد سروال كريبر يقلي لي الادب لا تفجر ايوه بعيد عني بفجر حبيبي بعيد عني لو سمحت هاي اخر حبة ايرون بحتاجها عشان يسوي هلمت وبعدها فل ارمور ايرون احنا سرنا ممتاز هيك ضل علي فعليا ثلاث حبات قولد وثلاث حبات دامود ثلاثة هيك وثلاثة هيك سلام عليكم كريبرات كيف حالكم ممكن تنفجروا يا سلام عليكم اسطير اسطير يا سلام اهلين قولد اهلين ايوه الحمد لله والله كنت خايف انه كنوا حبتين قولد بس طيب شو رأيكم نحط الفرن هون نحط القولد يعد اطبخ تفاعلنا 27 لسه لازم انزع كمان زيادة هيك فعليا بس اتأكد انا انه يطبخوا هادول عشان نخلص من بلوك الايرون بس وضل علينا خطوة واحدة اللي هي فعليا الدايمود وبعدها مروح النذر وفعليا خلص هيك مبلش كتل مع الوحش عاطيني بلوك القولد تبعي هاد الجميل يا سلام هيك انتهينا هيك انتهينا وين الدايمود تبعنا خلينا انزع الارتفاع 12 بسرعة وإذا ملقيتش ارتفاع 12 بدأت شاعب له صراحة لان اضاي ثلاث حبات دامود وان شاء الله بلاقيهم بمجموعة واحدة ما يكونوا اكتر من مجموعة انزلت هيك يا سلام عليك سهوي باسطورة الاسطير مرحبا ريبر في هون دامود اشي ما فيه ما فيه هون يمين يسار دامود 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 يارب ياربر dai mud U12 يا سلامMS هذا البدية هذا البدية هذا البدية نزل لكرافتنج هون سوي لك السيف الدايموند ايش بحتاج كمان صوهيب وحبتين دامود هاي جاهزة جاهزين جاهزين هلا بتطلع فوق نعمل بوابة ونخش النذر نجيب ياي اوف اندر عشان شو لازم نزبلنا السيف تاعز اعميل اندلانه بدونه اتوقع راح ننجلد من الوحش مليون بالمية لانه الوحش اوي جدا جدا اوي يا رب اكونوا عند القرية مش حابة بالصراحة عادوا ادور عليها القرية والله عند القرية ممتاز ممتاز عند القرية احنا خلي انا يام ببعنه فيه ليل هلا حاليا وما بدي الموبز يزعجوني نام صاهي بسرعة وبدى اسوي هلا البوابة البوابة اتوقع مش لاح تكفيني لانه معي التسعة اوبسيديان بس في عندي حل الحل شو يا جماعة الخير اني اعمل بوابة جانب المكان هذا لسبب واحد انتو اكيد اعرفتو هلا انو ان اخد باكة لافا من هون وباكة الماء اضول بتصير فيه عندنا حبة اوبسيديان انا اعمل زي هيك نحط حبتين اوبسيديان هون نطلع واحد اينين ثلاثة ونجي من هون نطلع واحد اينين ثلاثة وهون منحتاج يعني حبة اوبسيديان بهذا المكان بس احنا نعمل حركة بسيطة جدا ايش هي اصوهاي نجي نحط باكة الماء هون ونجيب باكة اللافا ونحطه هون سير عنا هيك الابسيديان جاهز صح صح هلا كله علينا نجيبه افلنت اندستيل ونخش النذر يا حبيبي يا الله عن النذر بدنا عين هو شوفو عين اندرمن سهل نجيبها لو بالعالم العادة بس البلس لازم نكون بويوم يعني قلعة قلعة لو سمحتوها قلعة قريب لو سمحتوها كتبت الاحداتيات عشان ما اضيع بالنذر لان بتعرف انتو النذر دائما بضيع يا الله شوفوا الفن شوفوا شوفوا الاحتراف بوابي هون بطالع من هون في عنا هذا تاع القلعة يعني القلعة هي هون ايزي قلينا امشي وابني بلوكات انا هلا عشان نروح عند القلعة واجيب بس حبة بليز راح الاقي بطريقي اندرمن اكيد مليون بالمية مستحن ما لاقي يا جامعة الخير السول ساند هادا الكريه الابعد لحدود والله يا ما تمشي عليه برفع عالضغط والله برفع عالضغط لا لا ما وصلت عند القلعة كل هذا التحفير وانكسل بكاكس عليه لا ما وصلت قلعة والله لا بنيل هزا هيك اوه في كمان قلعة غاد شكلا يكون شاف القلعة هديك واس يلا بنروع القلعة هاي بمينه انا اقرب وعرف طريق الرجع يعني عشان حفرت جوه الجدار هيك برجع بسرعة سلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم صهيب لازم نتبحكم بالمقطع هذي الجميل تخيلوا يعطوني راسي وذر تخيلوا عشان ما بدنا راسي وذر تخيلوا يعطوني بدنا من واحد بس عصايا واحدة شكرا اليك جدا جدا وانت كمان الله ياخدك ولا موت للأدب الله كنا شوي راح نموت منه لازمني اندرمن واحد اتبحه وارتاح اندرمن فيه صهيب اوش رد صهيب هذين بزلتوا عليك البليز من البعيد وفيه كمان قاس ما بدي اياه يتفجر الطريق هلا اندرمن لازمني اندرمن لازمني اندرمن تقوليش بس ببويم الازق بالرصبان هلا اندرمن لانه اذا هيك انا راح انزعج صراحة وراح ازعل واذا زعلت الصراحة تعرف انتو شو تاعلي شو راح اسوي بس راح اطلع من النذر او راح ادور بالعلم العادة على اندرمن لانه هون بالنذر والله الوضع مأساوي هون وعلى المكان هون والله يخوف صراحة اذا متيت كل اغراض الموجودة عندي راح اضيع وما بدي هذا الاشي يستطيع تعرف انه الله ياخدك انت يا سكيلاتون لو جيت يعني اندرمن ليه لما تيجي اندرمن لازم سكيلاتون والله تعرف لو كان مبتسم مع الحظ جد مبتسم بصح صح كان واحنا بالكاف لأينا اندرمن ودبحناه وعطانا عين بس يعني الحظ تعرف انتو مش مبتسم كتير معاي احيانا ببتسم الحظ ما احيانا يعني هاه هاه شوي 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 خلاص قررت ارجع العلم العادة وادور بالعلم العادة على اندرمن بس لازم استنى مدة وقت طويل عشان يجي الليل هتشوف الشمس قربت تغرب يعني الليل قرب يجي ليل خد راحتك خد راحتك اه ها بستنك هيني صراحة بدأشوف دخلة الكاف هاي اذا يعني اذا ممكن هاه ركزه اذا ممكن يعني كان في اندرمن تحت انزلنا له وضبحنا في بيبي زومبي بيبي زومبي كيف حالك حبيبي عم اندرمن تعرف وينه؟ ابلع ابلع جاييني كمان شوي بدي اجدت وحش اسطوري جاييني انت شكله ما بعرفوا من الصهيب هدول حتى الكهوف يختفوا منهم الموبز ما في لا زومبي لا سبايدر لا سكيلتون لا كريبر ولا اشي كيف دكت لا اندرمن ازه جميع الموبز دول مختفين لا ولا عارفين صهيب انه جاي فجوبانا خافوا شكله الليل اجا معقول والله لسه ما اجلين سادق ما شاء الله علي انا زكي جدا لو اني روحت عالنظر من الاساس جبت منه جود قال نزلت كيفن عشان جب بلوك جود شوفوا هي بالنهائي كنت نازل كهف كنت روح الاعي جود فاخدته انا وبعد طول انتظار طلع الامار يا سلام موينكم يا موبز والله منحبكم احنا بس بدي اندرمن واحد اذا في امكانية اندرمن اندرمن اين انت اندرمن شوف في كل انواع الموبز تقريبا شوفتها الى الاندرمن يا سلام هاي في اتنين بش واحد يا سلام تعلي 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 لا لا اتركوا ايرون غولم والله بتكون اسطورة يا ايرون غولم اذا يعني ادبحته هاد يطلع عين بنزل ولا ما بنزل الله اعلم خلينا نشوف اول هون ادبحته هاد نزل والله نزل نايس جميلون جدا تعال انت بس خلينا ادبحك ايك اعلم عليك احس حالي انه سويت اشي انجزت اني دبحتك شكرا اليك شكرا يا جميل جدا انت الخطة يا جماعة الخير كالاتي هلأ مروح نسوي السيف بستنوا شوي بدي انام عشان الموبز دول والليل يعني يكون الدنيا صباح احلى ما اقاتل يعني الوحش هاده ومش خايف انا اصلا يعني من الموبز فش حتخايف منهم انه يساعدوا مستر بيست او وحش مستر بيست اذا انه يدبحوني راح اسوي ان اصوي هاي الحركة الجميلة شبتكم شبتكم اشبتكم اه اشبتكم اشبتكم يعني لازم اعلم عليكم انا راح نسوي اني ازيت سيف الدامود هاد وازيت بيتة الدراغون وازيت الياي اوف اندر راح اسير هاده فزيت سيف هاده صديق وغود من السيف هاده الاسطوري شوف ايش اعطاني معها اعطاني معها بيضة اسمها اندر دراغون سبون ايك هاده البيضة شبتساوي تضغط كليك يمين تركب تنين تركب تنين بحكي معاكم رسمي تنين بتركبوه تعدوا تطيروا وتتمشوا فيه وشغلات هاي وبرضه السيف فيه ميزة حلوة اذا بتزد هون على هاي بزدت السيف يعني فبنزل ايش طابت يعني نفس التنين هاي والله ما بعرفش اسمها وحش يا جميل جبنا لك موارد عشان تيجي عنا هون فنزدت هاي ونزدت هاي ونزدت حبتين دايموند راح اسير الله يا اخنا عليك راح اسير انه الوحش قره بيجي شفتو شوي شوي قاعد بيجي فانه المفروض انه ييجي يا سلام سلام عليكم اخبارك كيف حالك هاده هو مستر بيس ها هو وحش مستر بيس او تضربني تضربني ايش هاده مجدت بلوكات كمان ما شاء الله عليك شوف جزرب انا تب خد ابلع ابلع مات مات هاي هاي شو هالاوه هاي هاي اوه لو توصف لا والله هيك غش ما ارضى ما ارضى ما ارضى نرجع عن راسب انا كمان مرة ما ارضى ما ارضى عاد سنة وستة وشرة اجيب بلوكات كولد وهذا عشان يعني بالنهاية بها السرعة يموت لا ما ارضى نجيب ايرون ايرون بلوك زيته ونجيب دايموند احب الدايموند احبتين دايموند بعدين سيرفايفر لا زيت علي كنابل انا زيتت كومبلي بموت ماتحاول اضرب انا يعني بايدي احس حالة اني يعني سويت انجاز السلام عليكم كيف حالك ها من راح هاي وين اختفى هاي اختفى غش والله غش والله غش يختفي والله غش يختفي وقعت بضرب المكان ما نعارف وين هو صديق صديق حبيبي وقف المحلنا ما شاء الله علينا اساطير ابلع 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 وينك والله ما نعارف وين هو ولا شايف طيب ازا ايا ازا عملت F3B ببين ما ببين ابلع ابلع مات اي الحلوه دي هي دايموند قطع كل هادا ما كلهم كان الحيوان! انا استدعيه ببلوك ايرون وبلوك جولد وحبتين دايمود! ودبحتو! واعطين قديش! استاك! استاكين! ثلاثة! أربعة! خمسة! ستة! سبعة! تمانية! تسعة! عشر! احداش! ونص! احداشر! استاك دايمود ونص! كلها دول كان بلعهم! ما كلهم! مساكين الكروين! كان سرقونهم كتير دايمود! والله يا مساكين! طيب غنانفرجيكم التنين اذا بركبوا يعني! بطغة تكليك يمين! بهذا الشكل! نتحكم بالتنين! ما شاء الله علينا! خلانا ننزل زي هيك تحفير! نحفر بالجدار! سلام عليكم شباب! والله اليوم جعبالي انا ننزل كيفينك! صوهايب كومبليت! ها! والله ما فهمت اشي هذا الاتشيف متل اعطاني اياه! سيانا قديم نتشعب! نحب احنا يتشعب يعني يا جماعة! تشعب! حلو! وفي دايمود! وين دايمود شفتو! شفتو الدايمود! وينه! تقول ليش اخدتو اكلتو! انا التنين اكلو! والله التنين بلعو بلعو! الله ما ارضى ما ارضى! شفلنا دامد تاني! ها! شفتو! لأ الدامد! شعلت لكم انا! اجيب الدامد سهل! ما شاء الله علي! بسرعة بلعي دامد! حبتين! الله ما شاء الله علي! ما شاء الله! حتى ما نموت! شوفوا! عدين باللاف وما نموت! ايش القوة هاي! ايش القوة هاي! ايش القوة هاي! اوكي يا جماعة الخير! لهون بقول لكم سنة هات الحلقة! لا تنسوا اللايك! والاشتراك والتناول معكم! وشوفكم الحلقات الجاي! بأمان الله! اشتركوا في القناة!